لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكرد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساق مرحب بكم ومعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل ومازلنا بنقول لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 54 وأنوان حلقتنا النهاردة المسلمين مجانين عند ابن عسيمين شبنا في الحلقة اللي فاتت في كتاب مجموعة الفتاوي الابن التيمية بيقول وكذلك الأشعرية ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الأشعرية الإناس هم مخانيس المعتذرة والعلمة سليمان العلوان شرح له الأشعر اسمهم مخانيس المعتذرة وقال لأن الأشعر هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتذرة ولكنهم هزبوا مسهب المعتذرة فصاروا أشبه بالقوى الدين للمعتذرة وفي حلقة النهاردة نرجع مرة تانية للسؤال اللي وقهه السوداني للشيخ ابن عسيمين ونشوف مع بعض البجر اللي جاء هذا مستمع من السودان يقول في هذا السؤال هذا سؤال يحيرني وأرجو الإفادة عليه وهو أن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء وعندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان وهو منزه عن الجهات الست طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب فوق تحت نرجو منكم التوجيه حول هذا عرور الله عز وجل على خلقه عرور الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فأدلته متنوها كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء كلها منفودة تدل على أن الله تعالى فوق عباده أما من القرآن فأدلة ثبوت علوم الله على خلقه كثيرة جدا متنوعة مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو القائر فوق عباده تخرفون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش السواء إلى غير ذلك مما لا نحصى كثرة وزي ما شفتوا حضرتكم الشيخ ابن عسيمين وهو بيرد على السؤال الموجه لي ويقول أنه لو الله سابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فأدلته كثيرة متنوعة المهم عندي هو كلام الشيخ ابن عسيمين وهو بيقول أنه لو الله سابت بالعقل والفطرة يعني اللي ينكره لو الله أو يأوله لو الله ويقول أنه لو الله مش علوه حقيقي أو يقول لأ ده علوه مكانة مش مكان ده إنسان مش عائل وطبعا زي ما حضرتكم معرفين أن الأشاعرة بيأوله لو الله ويقوله أنه مش علوه حقيقي وطبعا هيكون الأشاعرة اللي بيمثله 95% من المسلمين مجانين أو بدون عقل بالنسبة للوحبية زي ما قال ابن عسيمين أن عليه والله سابت غير أنه سابت بالكتاب والسنة والإجماع لكنه كمان سابت بالعقل والفطرة وده طبعا اتهام غير مباشر لمين للإمام الأكبر شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بأنه فقد الأحلال العقلية فيكون على كده يعني غير مؤهل لشغل منصب إمام الأصهر والشيخ ابن عسيمين مش بيدرب يعني في عقلية الغلبية العزمة من المسلمين اللي هم عوام المسلمين وبس لأ ده بيدرب في القدرة العقلية لكل علماء الأصهر والأشعرة السابقين واللاحقين والحاليين وشوفوا معي الفيديو اللي جاي مين اللي كان على مذهب الأشعرة يتسألوا بعضهم الأشعرة هل هم من أهل السنة والجماعة أنا أستخدم من هذه السنة يعني نبحث الآن في هذا الزمان في الزمان الجهلي والبعد عن الله تعالى هل الأشعرة من أهل السنة والجماعة والعلماء بجميع أصلافهم كانوا على مذهب أبي الحسين الأشعري رحمة كانوا أشعرة أهل الحديث أهل الفقه أهل الأصول أهل التفسير أهل اللغة أهل البيان أهل التاريخ أهل الجرح والتعليم والتعديل أهل الأنساء القادة الأمراء الجميع كان على مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب الأشعرة وعلى مذهب الماتونية وزي ما شبت حضراتكم الشيخ بيقول أن كل علماء المسلمين كانوا على مسحب أبو حسن الأشعري أهل الحديث، أهل الفقه، أهل الأصول، أهل التفسير، أهل اللغة، أهل البيان، أهل التاريخ، أهل الجرح والتعديل، أهل الأنساب، القادة، الأمراء كل دول الشيخ ابن عثيمين بيقول أنه عندهم مشكلة عقلية مش بيفهموا العقيدة الإسلامية الصحيحة زي ما بيفهمها غولات الحنابلة الوهابية وبرضو عندهم انتكاسة خطيرة في الفترة، وأن فترتهم لو كانت سليمة كانوا يارفوا أن الله في السماء وما ترادوش على سؤال رسول الإسلام للجارية، عين الله أموال كلام ابن عثيمين عن الأشعارة أحسن بكتير من كلام العلماء سليمان العلوين لما قال أن الأشعارة كلهم قوادين ونشوف الفيديو اللي جاي والشيخ سليمان العلوين بيتكلم في النقطة دي ونشوف مع بعض وهو يقصد للشاعرة، سنقل عن غيره، سنقل عن غيره بأن الأشعارة مخانيسة معتزلة يقصد بذلك أن الأشعارة هم يتبعون في الحقيقة أصولها معتزلة الشيخ سليمان العلوين بيقول أن ابن تيمية بيقصد المعتزلة أن الأشعارة مخانيسة معتزلة لأنهم في الحقيقة يتبعون أصول المعتزلة وطبع الأشعارة اتفقوا في أسماء الله، ولكن المعتزلة نفت كل الصفات والأشعارة أثبتوا سبع صفات فقط، ونفوا باقي الصفات عن طريق التأويل أو التطبيد وعلشان كده الأشعارة يتبعون أصول المعتزلة وناخد مثال من عقيدة المعتزلة بيقولوا إيه في صفات الله للشيخ ابن جبرين ونشوف مع بعض التجوليكات المعتزلة أولهم عمرو بن عبيد وعصل بن أطا في القرن الثاني هؤلاء أول من أظهر هذا الاتزال يذكروا أصولاً خمسة سموها بأسماء حسنة، الأصل الأول التوحيد ويريدون به تعطي إلى الله عن الصفات فيقولون إن إذا كنا الله كديم والسمع كديم والبصر كديم والوجه كديم والعلم كديم والقدرة كديم لازم تعدد القدمة فلا نشبته إلا الذات هذا مع التوحيد عندهم زي ما شفت الشيخ ابن جبرين بيقول إن اللي أسسوا مسهب المعتزلة هم عمرو بن عبيد ويواصل ابن عطاء في إيه في القرن الثاني هم أول من أظهر الاعتزال وإنهم قسموا العقيدة إلى خمسة أصول سموها بأسماء حسنة، الأصل الأول التوحيد ويريدون به تعطي إلى الله عن الصفات ويقولون إذا قلنا الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديمة لازم تعدد القدماء فلا نثبت إلا الذات هذا معنى التوحيد عندهم يعني المعتزلة بيقولوا إن اللي يقول إن لله صفات ده يبقى يؤمن بتعدد القدماء يعني تعدد الألهة يعني مشرك يعني مخالف للتوحيد وخلينا نشوف الشيخ عماد رفعت بيقول نفس الكلام على الأشعارة بصفاتها اللهم نشوف مع بعض البترة اللي كانت كمل متصل يعني إيه نافه كمل متصل قلق ربنا لا يتكون من أبعاد يعني إيه؟ يعني ما ينفعش ربنا تقول لي يد وصاق وعين والكلام ده كل ما ينفع ليه؟ أصلي إنت لو أثبت لله يد اسمع بقى لو أثبت لله يد هتثبت لليد قدرة وسمع وإن أثبت لله قدرة وسمع يبقى عملت اليد إله داخل الذات الإلهية وإن عملت اليد إله يبقى فيه تعدد للآلهة تاخل الذات الإلهية يبقى أنت بعض بعض تاني برضو ورجعنا تاني للارتقاط دي لا لا ده فيه نقطة خطيرة يبقى أنت عملت آلهة داخل الذات الإلهية تاني تاني بقولك احنا بننفي الكم المتصل والكم المتصل الكم المتصل اللي هو ايه شبك في بعض ان ربنا ما ينفعش بقاله يد ولا علم ولا صعق لازم يتنفي ده كله ليه؟ لانك لو اثبتت يد هتثبت لها علم وتثبت لها قدرة ولو اثبتت لها قدرة وعلم يبقى انت اصبحت الها مستقلة الله اكبر يبقى انت كده عملت الها دخل ال ايه ازاي يبقى نعمل لقول ايه ان ربنا ما بقوش صفات وزي ما شوفنا الشيخ عمد رفعت بيقول ان الاشعارة نفو الكم المتصل والكم المتصل وان الله ما ينفعش انك تثبت لله يد لانك لو اثبت لله يد تثبت لليد قدرة وزمع وبكده بقيت اليد اله داخل ازاة الالهية فالاشعارة عملوا ايه؟ نفو الصفات برضو زي مين؟ زي المعتزلة لان زي ما قال الشيخ ابن جبرين يتبعونا وصول المعتزلة ونكمل مع بعض الشيخ سلمان العنوان هايقول ايه كمان في الفتور يقصد للشاعر سنقل عن غيره سنقل عن غيره بان الشاعر مخنيت المعتزلة يقصد بذلك ان الشاعر هم يتبعوا في الحقيقة وصول المعتزلة ولكنهم قد هدبوا هذا المذهب وهذا المذهب اللي يتهدبوه صاروا في اصول تابعين للمعتزلة وان كانوا خالفونا في امور فصاراش ما يكونون هؤلاء بعوادين لهؤلاء هذا معنى هذه العبارة وفي نقطة مهمة جدا قالها الشخص المان العلوان وهي ان الاشاعره هزبوا مسهب المعتزلة يعني في بعض العقائد في مسهب المعتزلة الاشاعره اخدوها لكن العقائد دي بتتعارض مع عقائد الاشاعره فالاشاعره عملوا ايه؟ حزفوا اللي مش بيعجبهم وغيروا الحتة اللي مش عقبهم علشان تتوافق مع مذهبهم وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ونكشفه من خلال مجلة الأصغر وتابعوني والتقل بيكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المسا